لعب اخر ده بس ده من ناحية تاني الجميل لمت عليه النهار ده واحد اشادت بيه وواحد لمت عليه احمد عبدالقاتر احمد من اللعيبة الكرياتف او اللعيبة المبدعة اللي بتعرف تعمل لقطات كويسة بس ما عندوش الحراك بتقول عليه ده واتف السبات في المستوى الاستمراري رأيك في ايه احمد عنده قدرات عالية جدا اولا لعيب سريع لعيب دريبلر عنده وان في وان عالي جدا لكن انا شايف ان هو لازم يطور شوية من الفكرة بتاعته ليه هقولك ليه لان انا النهار ده ما اكون لعب اولا انا لعيب سريع وعندي خطورتي كلها في واحد ضد واحد لكن في وقت ملء اوقات لازم احنا بنشوف فينسلز مثلا واحد ضد واحد في لعيبة كتير جدا في العالم كله بالعب واحد ضد واحد لكن هو انت وانت رايح او هو رايح ما بيبقاش كل احتمالاته ان انا هعدي واحد ضد واحد ممكن تلاقيه مرة مباصي مرة عامل اسست مرة لعب كرة في العكسية الناحة التانية وبعدين مرة واحدة يروح يعني لازم يبقى اللعبه متنوع مرة يطلع الباك من وراه وهكذا عشان ما توقعكش عشان ما توقعكش عشان ما توقعكش بس كذا برافو علي احمد محتاج يطور الحتة دي شوية ويشتغل تخصصي شوية في حتة ان انا مش كله كره رأس قرار هو اعمل مشكلة في القرار قرار يعني دايما بيجبائي موجود كبيرة بس قراراته دايما فيها بس هو في ميزة ان هو كويس عالجون جريء يعني بيعف يجيب جون ودي ميزة ان انا بقى واحد ضد واحد وبعف اجيب جون لكن هي بس الحتة اللي انا بقولك عليها ان هو يطور الفكر بتاعه او يطور الاسليب الهجومية بتاعته بحيس مش كلها تبقى ان انا هفو اشتركوا في القناة